ستتعرفون في درس اليوم على تسمية الإثارات من خلال بعض الأمثلة يستعرض المثال الأول طريقتين لتسمية الجزيء المبين أمامكم في الرسم الطريقة الأولى تعتمد على التسمية الشائعة للإثارات أما الطريقة الثانية فهي وفقاً لنظام IU-PAC IU-PAC هو الاتحاد الدولي للكيمياء البحثة والتطبيقية الذي وضع نظاماً معتمداً لتسمية جميع المركبات العضوية وقد سبق لكم استخدام هذه التسمية في دروس الألكانات والألكينات أما بالنسبة للإثارات فالتسمية الشائعة هي الأكثر انتشاراً انظروا إلى هذا الجزيء المبين في الرسم تلاحظون أنه يحتوي على مجموعتين كربون هذه مجموعة إيثيل وتحتوي على ذرتين كربون وكذلك الحال بالنسبة لمجموعة الكربون الأخرى فهي مجموعة إيثيل تحتوي على ذرتين كربون الإسم الشائع لهذا الجزيء هو ثناء إيثيل الإيثر حيث يشير الإيثر إلى وجود ذرة أكسوجين بين مجموعتين الإيثيل إذن عندما تكون المجموعتين على طرفي ذرة الأكسوجين متماثلتين يبدأ اسم الجزيء بكلمة ثناء ثم اسم المجموعتين وهو هنا إيثيل وينتهي الإسم بإيثر أما طريقة تسمية هذا الجزيء وفقاً لنظام IU-PAC فتبدأ بتحديد أطول سلسلة كربون في الجزيء لاحظوا أن هاتين السلسلتين بنفس الطول فهذه السلسلة تحتوي على ذرتين كربون وهذه السلسلة تحتوي أيضاً على ذرتين كربون إذن يمكنكم اختيار أي منهما ولتكن هذه السلسلة هي السلسلة الرئيسية لاحظوا أنها تحتوي على ذرتين كربون ولا وجود لأي روابط مزدوجة فيها بالتالي هي تمثل الإيثان ولاحظوا أيضاً أنها تحتوي على مجموعة الكوكسية هذه لذلك يجب إضافة أوكسي إلى الإسم كمقطع أخير وذلك لأنها تحتوي على ذرة أكسوجين بالتالي سيسمى هذا إيثوكسي ولأن مجموعة الإيثوكسي مرتبطة بذرة كربون واحدة يسمى الجزيء واحد إيثوكسي إيثان ومن الجدير بالذكر أنه من النادر جداً تسمية هذا الجزيء بهذا الإسم على الرغم من أنه الإسم المعتمد وفقاً لنظام IU-PAC وغالباً ما يسمى بثناء إيثيل الإيثر المثال الثاني يستعرض هذا الجزيء والطريقة الشائعة لتسميته تبدأ بتحديد المجموعتين الموجودتين على طرفي ذرة الأكسوجين هذه المجموعة إلى يسار ذرة الأكسوجين تحتوي على ثلاث ذرات كربون أي أنها مجموعة بروبيل ولكن بما أنها ترتبط بذرة الكربون التي تقع في المنتصف فهي مجموعة آيزوبروبيل أما المجموعة الموجودة على الطرف الأيمن من ذرة الأكسوجين فتحتوي على ذرة كربون واحدة أي أنها مجموعة مثيل التسمية الشائعة لهذا الجزيء هي آيزوبروبيل مثيل إيثر لاحظوا أن الإسم ينتهي بإيثر وإسمي المجموعتين يكتبان وفقاً للترتيب الأبجدي وإن أردتم تسمية الجزيء وفقاً لنظام آيو باك حددوا سلسلة الكربون الأطول لديكم هنا ثلاث ذرات كربون وفي المقابل لديكم هنا ذرة كربون واحدة وعليه فإن سلسلة الكربون الموجودة على الطرف الأيسر من ذرة الأكسوجين هي الأطول فكما ذكرنا سابقاً أنها تحتوي على ثلاث ذرات كربون ولا وجود فيها لأي رابطة مزدوجة وتمثل البروبان هذه المجموعة هي مجموعة ميثوكسي وسبب تسميتها بذلك هو أنها مكونة من ميثيل وأكسوجين ميثوكسي مجموعة ميثوكسي مرتبطة بذرة الكربون رقم 2 في سلسلة البروبان وعليه فإن هذا الجزيء يسمى بإثنان ميثوكسي بروبان المثال الثالث يستعرض جزيءاً حلقياً وهو ما يشير إليه الشكل السداسي المبين في الرسم لاحظوا أن هذا الجزيء مرتبط بذرة أكسوجين ترتبط بها سلسلة كربون هذا الطرف يحتوي على ست ذرات كربون في الحلقة وعليه فإن هذا الجزء يسمى بمجموعة حلق الهكسيل أما الطرف الأيمن من الجزيء فيحتوي على ثلاث ذرات كربون أي أن هذا الجزء يمثل مجموعة بروبيل الإسم الشائع لهذا الجزيء هو حلقي هكسيل بروبيل إيثر وأما التسمية وفقاً لأي يو باك فستكون بإيجاد سلسلة الكربون الأطول وهي في هذا المثال حلقي الهكسان إذ أن لديكم هنا ست ذرات كربون وفي المقابل لديكم هنا ثلاث ذرات كربون إذا كانت هذه السلسلة مكونة من ثلاث ذرات كربون فقط ستكون مجموعة بروبيل ولكنها مرتبطة بذرة أكسوجين بالتالي فهي تمثل مجموعة بروبوكسي إذن اسم الجزيء بروبوكسي حلقي الهكسان ولكن كما ذكرنا سابقاً التسمية الشائعة هي الأكثر استخداماً وبما أنكم تعرفتم على تسمية بعض الإيثرات فلنتحدث قليلاً عن خصائصها الإيثرات بشكل عام مذيبات جيدة لا بروتونية إذ أنها غير تفاعلية والمذيب اللابروتوني لا يحتوي على ذرات هيدروجين من الممكن أن تفقد إلكتروناتها وتمنحها إلى ذرات سالبية كهربائية كذرة الأكسوجين مثلاً وبما أن الإيثرات لا تحتوي على أي ذرة هيدروجين مرتبطة بذرة أكسوجين فهذا يعني إنعدام الرابط الهايدروجينية فيها فكما تعلمون أن ذرات الأكسوجين في جزيئات الماء كما هو مبين في الرسم تستحوذ على الإلكترونات ولهذا السبب تحمل شحنة جزئية سالبة بينما تحمل ذرات الهايدروجين شحنة جزئية موجبة نتيجة لفقدانها لتلك الإلكترونات لذلك تنجذب ذرة الهايدروجين ذات الشحنة الجزئية الموجبة إلى ذرة الأكسوجين ذات الشحنة الجزئية السالبة لينتج عن ذلك تشكل الرابط الهايدروجينية والتي من شأنها أن تحافظ على جزيئات الماء متماسكة مع بعضها بالتالي حتى تذوب تلك الجزئيئات أو تغلي لا بد من إضافة المزيد من الطاقة إليها حتى تتباعد الجزئيئات عن بعضها وهذا ينطبق أيضاً على الكحول حيث ترتب ذرة الأكسوجين في الكحول بذرة هيدروجين واحدة لذلك فإنها تحتوي روابط هيدروجينية أما الإثارات فلا تحتوي على روابط هيدروجينية وهو ما يبينه الرسم إذ تمثل R سلسلة الكربون هذه بينما تمثل R الأولية سلسلة الكربون الأخرى لاحظوا عدم وجود ذرات هيدروجين في الإثر وبالتالي عدم وجود رابط هيدروجينية فيه وهو ما يفسر درجة دوبان وغليان الإثارات المنخفضة أي أنه من السهل جداً المباعدة بين جزيئاتها وذلك لأن جزيئاتها ليست منجذبة إلى بعضها بشكل كبير نصلوا بذلك إلى ختام الفيديو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر